قلوات المجد للأطفال أمان لطفلك وراحة لبالي قلوة بالجاذبية هل هذا الموضوع يعقن؟ والله ما أدري أين الكاميرا؟ إجماعة ماذا السالفة؟ والله شيء غريب صراحة اليوم حلقة كلها غريبة النهاية هنا مكتوبة هنا في جيبلا كيكة لا أعلم بمناسبة أيش والجاذبية تظهر دخانت وتتكلم فجأة موضوع حد لازم يحل لكن تصدق على مقربة هنا هناك إعجاب أصيلا أنا أحب إعجابها لأنك أكثر من X فوز في الحلقات وأنت أحب إعجابها لأنك أكثر من Xw خلاص بإعجابها تمام؟ لأن أقرأنا جميعا انت ادينا وانا اهديك هذا ما تنفع صح بس الان لازم نحل هذه المشكلة يعني مو معقولة اجهزة سيكوريتي ولا الزينة هذي انا ما ادري ايش الموضوع مبارك ايوه و بعدين الموضوع بدأ هنا ينتهي هنا وينتهي هنا عرفت ايه 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 اوكي نرجع لموضوع هذا الموضوع بدأ هنا وبيتهي هنا خلنا ينبارك نستنتج انا وانت الاشياء اللي صارت احنا اول شي ندخل وبلوحة تفلين بيدنا مكتوب عليها النهاية اللي قناها بره موجودة عند بابا الاستوديو غير النهاية مبهمة نص اللوحة بتلون ونصها ما تلويش بالضبط وبعدين اول ما جئنا هنا شفنا هذه الحوثة تلقى الستاند موجود هنا عشان نحط عليها اللوحة وموجود هذا اجهزة خراسة امنية مشروبات اقمع شوارع حرفيا الوضع لا يطاق ولا يصدق وفجأة نشوف ان الجاذبية بدأت تتكلم وتطلح دخان هل معنات ان الجاذبية خربت اوصار فيها شيء انا بدأ استنتج الموضوع واخشي كيكة ما ادري زي ما قلت لك اصيل اقعت ايوه الموضوع بدأ هنا ولازم انتهي هنا اللي انا قدرت تستنتجه تدري ايش واش نهاية الحلقة او لا انا احسن ان احنا لازم نراجعا في اسنا لازم انا في ايش يبكي قد تسوينا خطأ سوينا شيء انا اقول لك بداية الحلقات بداية الحلقات اذكر انه كنت انا افوز عليك فيها وكنا نستاهبل على بعض انا في ايش يوم كنت تقول لي قصير الله ايام لا تنسى صراحة قبل اسبوع ايام لا تنسى يوم كده سوي الاحزاب حزب الجنوب حزب الشرقية الله هذه قبل شهر ايام لا تنسى صراحة احس اني كبرت عنها شهر كامل يعني اه ايام ماكانو هجافة تايم ايام ما جافة تايم كان يجبوه القهوة وانتي تجيبلي قهوة واني يجيب لالقاهوة وانك اذا دزارب الله ص Quan تذكر كم مرة طردتك من الستيديو عازلتك من الاستيديو مشعل اذا طرعنا من الاستيديو بكل احترام بكل احترام قادنها اقرب no تذكروا خزييم ايه هاي خزييم اصس due학 يقولون لك استخف استخف الله بعد تضع рын النفق الله رحظ оф تتذكر إنك حخص فيه مع جكير عمل التوصيل مالله كنت أُطلب قواهة لأبو عمار لغغية فرنش WHO فرنش في الاتيه فرنش في الاتيه هل كاي نهاية وكيكا شكل اللازم نقولها يمبارك شكل اللازم نقولها يعني أنا كنت أحاول من بداية الحلقة أني أخففها عليكم وقول أنها نهاية الحلقة نهاية الأسبوع وقعد نستهبل لكن شكل لحنا مجبورين أني نقول لكم هذه الحلقة الختامية على حسب ما حنا استنتجنا وقعدنا نذكر صادق زيم حسبي الله ونعم الوكيل قديش استهبل علي وقديش كانت في بيننا منافسة قوية كان مبارك يحاول يفوز فريقه آخر شيء صالحنا اليوم وفوزناكم كلكم وفازت رنيم من عنيزة أو بريدة من القصيم على العموم مبارك يجاوب غلط ويتفلسف يقول بروح القصيم وهي الجوف أيام أيام لا تنسي صراحة يعني برنامج الجاذبية مهما صار ومهما مر عليها الزمن راح يبقى وين هنا في القلب دايركت مباشرة وتدروش اللي أحلى من الجاذبية كلها أيوه اللي أحلى أصدقائنا متابعين نعم يشاركوني أحلى لحظاتهم وحكنا بعاهم مستنسنا وياهم صلفنا كثير صلفنا غلطنا بساميهم غلطنا بساميهم صاروا يدعون علينا ندعي عليهم آخ بس ميم دقت مليون مرة وخسرتني مليون مرة كنت أقترح عليها لاتغير اسمات تحط اسمها ألف مشارك أصيل أرجع أرجع يسامت أرجع آخ يا ربي كانت ودق قفل قفل الجوال بعد فاضي قفل انستجرام بعد ألو نعم قل له قل له ختام بابا انتبات تنظر عندنا ختام ايه سكت قلني لاتار شوفي مباركي مباركي خلاص لازم نقتنع عنه هذا الختام طيب إخلاص أنا مرب أخذ جوالي لازم نقتنعه هذا الختام فعشان على لكل انفرح نفسنا شوي يجيب لنا الكاكب الله يلا قم يلا طيب عجل عجل كاكب ذا يلا آخ يا رب بس ايام 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 راحت ثلاثة شهر مرت كأنها ثلاثة ايام عصيل هلا ترى فيه شي كان صاير وحنا ما انتبهنا له وشو أجيكم لك ايف لا لا تجيو خلق 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 لو سمحت وشو وشو ترى كرتونت الكيك هم مكتوب عليها لا تاكلونها لا تاكلونها كيف لنا ناكلها ماذا قاعد يصير يا جماعة ليش الوضع مريب بها الطريقة انا اكره جدا العرابة اصيل والجاذبية ومنفوز فيها بس يمبارك اتوقع انه لازم نعترف ولازم نرضى بالواقع حنا يا جماعة راح ناكل الكيكة طبعا عذادا فقط بالجاذبية وراح نضطر انه نشكركم جميعا على مشاهدتكم على دعمكم لو لا الله ثم انتم انهم لقد وصلنا الى الأشياء التي تع Provوناها لا كان عقب ملفه لا معرومات لكن جمعا لا عاما 皆 لنا نشكركم جميعا وعلى آخر شكرا لكم جميعا على إتصالاتكم شكرا لكم بحجم السماء على إجاباتكم الخاطئة شكرا لكم بحجم السماء على إجاباتكم الصحيحة شكرا لكم على سعادتكم سواليفكم وبهجتكم اللي كنت تشيرونها اللي دا في كل بكان لكن اعتقد هذه اللحظة كنت مجبورين هتصير علينا ومجبورين نمر فيها وبكذا راح نضطر ونقول لكم مع السلامة عشان ما يصير فينا أي شيء غلط ولا يصير فيكم انتم لازم نحرر بمبارك للمرة الأخيرة نقول سبحانك الله بحمدك نشهد واللا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك مبارك معت في وقت مع السلامة اشتركوا في القناة والإعجاب بالمقطع